تاريخ مصر مليان ابطال حقيين زي البطل احمس اللي كتبت عنه الكاتبة الامريكية سوزانا توماس في كتابها اللي بعنوان قادة باصل الفرعونية احمس اللي ذكرت فيه بعد تفاصيل بطولة محقق النصر النهائي ضد الاكسوس البطل احمس ابن البطل الشهيد الوطن سخن راع وشقيق البطل تصاحب الفكر الاستراتيجي والسياسي والاعلام المبهر كيموس واللي مات في ظروف غمضة وقالت عن طفولته نعرف القليل جدا عن طفولة الحاكم الجديد لمملكة طيبة غير انه من المؤكد تقريبا ان احمس عاش في طيبة مع امه وجدته ومن الواضح انه كان مرتبطا بالمرأتين ويرجح ان احمس امض بعض الوقت في الكاب جنوب الاقصر مع عائلة حكام المدينة الذين ظلوا اوفياء لقضية طيبة وهناك ذهب الى المدرسة ليتعلم القراءة والكتابة وتعلم كذلك فنون الحرب اذا من الواضح اننا امام مجتمع يجهز نفسه يعد نفسه لبناء وابناءه يعد ابناءه لتحرير مصر خصوصا المرأة المصرية اللي كالعادة بتكون قد المسؤولية وعلى رأسهم الملكة اها حتب الترات والدة احمس ان تتولى الوساية على العرش بينما كان ابنها لم يزل طفلا وكان هذا يعني انها استخدمت كل خبراتها لمساعدته على الحكم حتى يكبر ويتولى ادارة شؤون للملك بنفسه ويصف لوح تذكاري اقامه احمس بعد ذلك في المعبد الرئيسي لامون في الكرنك دورها بانها كانت تحافظ على الطقوس وطرع مصر وكانت تعتني بقوات مصر وتحميهم واعادت الهاربين والفارين وسالمت الصعيد وطردت عصاتهم الستة ام احمس كانت ستة عظيمة فعلا وكانت اول درس تعلم احمس من معركة اواريس هو ضرورة اعداد وتسليح الجيش المصري بما يتناسب مع المعركة تركز العمل في طيبة طوال السنوات القليلة الاولى من حكم احمس على بناء الجيش وعتاده فقد اظهرت معركة كامس في اواريس للمصريين ان اسلحتهم لم تكن كافية للحصول على عاصمة الهكسوس الحصينة وترجع قدرة الهكسوس على فرض هيمنتهم على مصر لامتلاكهم اسلحة افضل وتكنولوجيا عسكرية متفوقة ودايما مصر بسبب عبقرية المكان والاطماع اللي ما بتنتهيش محتاجة تصنيع اسكري متطور علشان جيش طيبة محدش يقدر يوقفه كان جيش طيبة في حاجة لمعرفة كيفية تصنيع واستعمال اسلحة مماثلة فقاموا بدراسة المعدات التي استولوا عليها في المعركة دراسة متأنية واجتملت الابتكارات المهمة على مركبات تجرها الخيول وعلى شكل جديد من الاقواس يعرف بالقوس المركب والدروع وخناجر اكثر فعالية وكانت المركبات في حاجة ان تكون خفيفة ومتينة